والله زمان وبعودة خلونا نكمل وربنا يسر ونكمل على طول يعني خلونا نتكلم النهاردة عن المشاعر أو العواطف أو الزكاء العطفي عند الهداية أي عطفة أو شعور صادق حقيقي يعني بيكون لا إرادة ما تقدرش يتحكم فيه ومفهوم المشاعر ده يعني مفهوم دي حلاب كده فيه حواليه جدل كتير يعني المفهوم نفسه يعتبر اختراح حديث نوعا ما إزاي يعني ما كانش حد يعرف أن فيه حاجة اسمها مشاعر قبل كده لأ كانوا عارفين طبعا لكن كان أغلب الكلام عنها في إطار محدد وهو الحب والشقط والجودة لكن المشاعر الموضوع أكبر من كده بكتير بمعنى أن كانت النزرق بكده للمشاعر إنها محتاجة طرفين تعاشق ومعشوق إنما لأ المشاعر دي تجربة داخلية فردية بيحس بها الإنسان لوحده وما هياش قصرة يعني على الحب والعشق بس إزاي كلام ده وأثر وإيه على حياتنا هيبيني نشوف النزرة التقليدية القديمة للمشاعر كانت بتقول إن كل واحد فينا يعني بيتولد ومعها شنطة عدة كده فيها عدد محدد من المشاعر ستاندرد يعني ولما بيحصل حاجة معينة أو مثير معين بيظهر الشعور اللي لازم يظهر في الوقت ده كان فيه زرار جواك حد ده سعليه يعني وإن المشاعر دي بتظهر على وشوشنا في صورة تعبيرات المعينة ومحددة زي الابتسامة التكشيرة كده يعني ومش بس جد ده بتظهر كمان في نبرة الصوت في لغة الجسد طب ما طبعا الكلام مظبوط وبديهي يعني مش محتاج فكاكة هو يبدو بديهي بس الدراسات والأبحاث العلمية لها كلام تاني خالص في الليلة دي إزاي يعني قال لك كل الكلام ده غلط لأن ببساطة المشاعر ما لهاش أي وجود مادي ملموس في جسم الإنسان فإزاي بنقول إنها معروفة ومحددة ومميزة بمعنى إننا بنتخيل إن شعور زي الغضب مثلا له شكل واحد محدد وكل الناس بيحسوا بيهيه بنفس الشكل لكن ده مش حقيق أبدا ده فيه تنوع كبير جدا في شكل الشعور الواحد بس عند الناس بشكل لا يستوعبه عقل البشر أصلا يعني شعور الغضب مثلا ممكن يحصل عند ناس من غير ما ضغط الدم عندهم يتأثر ناس تانيين لأ ضغطهم بيتأثر في ناس بيحسوا بالغضب من غير ما يبانع ويششف في ناس تانيين العكس تماما أساسا نادر جدا لما الإنسان بيبتسم لو سعيد او بيكشر لو غضبان اغلب الاوقات ما بيبانش على وشه اصلا وحاس باي حاجة تانية مهمة هل المشاعر اللي بنحس بيها دي حاجة بتحصل لنا كده بشكل لا ارادي ولا احنا اللي بنصنع المشاعر دي بنفسنا او على الاقل بنشارك في صناعتها هل لك لا احنا اللي بنصنع المشاعر دي بنفسنا يعني ما هيش لا اراديا تماما يعني احنا بنشارك في تكوينها بشكل ارادي يعني بس طبعا فيه جزء كبير خارج ارادتنا ازاي الكلام دي يعني تعالوا نشوف المشاعر دي بتتكوين ازاي او هي بتتكوين فين الاول في القلب لا طبعا في المخ طب وهو المخ ده شغلته ايه على المدفع اساسا انه يفكر لا انه يحس لا طب يشوف لا برضو اللا وما شغلته ايه المخ وظيفته الاساسية ببساطة انه يحافظ على جسمك على قيد الحياة ويتأكد انه كل حاجة فيه شغالة مظبوط وعشان المخ يقدر يقوم بالدور ده بيعمل كم مهول من الحسابات في اللحظة الوحدة بسرعة مهولة عشان يقدر يقيم ايه الاحسن بالنسبة لجسمك في اللحظة دي مش بس بيقيم لا ده المخ بيتنبأ بالمستقبل ازاي بيعلم الغيب يعني لا طبعا ولكن بيحسب المتوقع ايه بناءا على المعطيات المتاحة لي يعني مثلا العين شايفة انك وانت ماشي فيه عمود نور في سكتك فالمخ بيتنبأ انك لو فضلت مكمل في نفس الطريق ده في المستقبل هترشأ في العمود يومي خليك تغير اتجاهك عشان تتفدأ وهكذا كل تصرفاتك الإرادية واللا إرادية بتحصل بسبب سيل من التنبؤات بيحسبها المخ في كل اللحظة والموضوع ده بيستهلك يمكن 80% من طاقة المخ أصلا طب ايه المعطيات اللي المخ بيتنبأ بناءا عليها ثلاث حاجات أساسية الحالة الصحية لجسمك الظروف المحيطة بيك ومخزون ذكريات التجارب السابقة اللي مرت بيها طب تمام زي الفل يعني فين المشكلة بالزاب فين المشكلة المشكلة إن التنبؤات المخ مش دايماً بيكون صح دخري سود إزاي أقولك تخيل معاك ده يعني المخ كأنه عالم قاعد في المعمل بتاعه بيعمل تجارب وأبحاث العالم في أبحاثه دايماً بيحط فرضيات معينة ويبدأ يعمل تجارب عشان يتأكد من صحتها العلماء بشر في منهم اللي نزيه وعنده أمانة علمية وبيعترف بالنتائج اللي وصلت لها التجارب حتى لو أثبتت إن فرضياته غلط وفي منهم اللي بيلعب في النتائج ويقلوزها عشان ما يطلعش نفسه غلطان وفي العالم الضلالي اللي ممكن يتجاهل النتائج تماماً ويقولك أنا صحي وخلاص من النهاردة مفيش تجارب ولا نتائج أنا النتائج وفي العالم الدماغ بقى اللي لا بيعمل تجارب ولا نيلة ولكن بيفضل يسرح في خياله كده ويعمل تجارب افتراضية منتل مع نفسه اللي هو يروح المدرسة لوحده ويضرب الجرس ويدخل الفصل يسرح لنفسه ولو سرح في الحصة ياخد نفسه ألمين ويبعت نفسه على مكتب النظر كده يعني أو المخ بيقع في كل الأخطاء دي برده وهو بيحسب حساباته وبيستنتج المستقبل مفيش حد مخه ما بيقعش في الغلطات دي بس اللي بيعفرق من شخصه والتاني هو نسبة الأخطاء وصاد الحسابات والتنبؤات الصحة كل ما الأخطاء كانت أكتر كل ما الشخص كان عايش في عالم في خياله منفصل عن الواقع اللي هو عايشه ودي نقطة مهمة جدا نفهمها كويس يعني إحنا طول الوقت بنحاول نرسم صورة للعالم اللي إحنا عايشينه جواد مغنب ففعليا الصورة اللي إحنا شايفينها للعالم مش هي حقيقة العالم أوضح مثال ممكن تشوفه النهاردة في مصري مثلا هتلاقي فيه المواطن المصري اللي شايف اللي نحياه سودة تماما وفيه المواطن الإيجبتاوي اللي شايف إن البلد بتتقدم وبتتطور وسيادة الرئيس ما للبلد إنجازات اللي اتنين عايشين في نفس البلد بس الصورة اللي في خيالهم عن البلد دي مختلفة تماما والواقع ممكن يكون أقرب لتصور واحد فيهم أكتر من التاني أو ممكن يكون مختلف تماما عن تصورات الاتنين أصلا يعني الإنسان مش محتاج إلا إنه يلاقي أي أمارة في الواقع شبه التصور اللي في خياله فبيعتبر إن التصور ده كله على بعضه كده صح فبيبدأ من خلاله يشوف كل حاجة في الحياة وبيبدأ يتوقع ويتنبأ باللي هيحصل في المستقبل بناء على التصورات اللي عنده دي وبناء على اللي شايفه بالنظارة دي بتتكون المشاعر عنده ده الوضع الطبيعي الديفولت بتاع المخ والعجيب إن العقل مش بس يعني ممكن يتوقع ويتنبأ بالمستقبل لا ده كمان بيقدر يتخيله ويشوفه يعني علميا مفيش مخلوق على وجه الأرض يقدر يعمل الموضوع ده غير الإنسان مفيش مخلوق تاني عنده القدر على التنبؤ بالمستقبل وتخيله غير الإنسان المهم يعني ليه كل ده بيحصل من الآخر يعني المخ بيبضل يحسب ويتوقع اللي هيحصل بناء على المعطيات اللي عنده والخبرات السابقة عشان بشكل لا إرادي أنت تعمل حسابك وتتفادى أي خطر جاي عليك ما تلبس في عمود وانت ماشي مثلا وبناء على الحسابات دي المخ بيبني وبيكون المشاعر حسب الحاجة حاجة عجيبة سبحان الله المخ بيعرف إمتى هيحتاج أنه يرفع ضغط الدم وإمتى هيحتاج يخفضه وإمتى الجسم هيحتاج جرعة أدريلانين زيادة من قبل ما يحتاجها أصلا بناء على التنبؤات بتاعته لا والأعجب أنه بيعمل ده إزاي يعني المخ عنده ميزانية بيدرها ما هو موارده محدود الدنيا مش سدح مدح ولازم يوازن بين كل حاجة حاجة بتحصل سبحان الله بلا وعي ولا إدراك مننا ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها المخ وسط الحسابات دي كلها إنه بيشكل مزاجك الموت بتاعك إمتى لازم تبقى مبسوط وإمتى لازم تبقى الآن وإمتى لازم تبقى حزين إمتى لازم تبقى هادي وإمتى لازم تتوتر ليه يعني ما هو مزاجك العام ده مؤشر على صحة جسمك عموما جهاز إنذار زي بالظبط كده وجع عصب الدرس يعني ما هو مؤشر أو إنذار بيقولك إن فيه مشكلة لازم تعالجها وإنك لازم تروح لدكتور السنان لو الواجع ده مش موجود هتلاقي سنانك بتقع واحدة ورد تانية وإنت مش دارين المشاعر كده بالظبط أجهزة إنذار بيشغلها المخ زي ما أقول صحيح الموضوع ده بيحصل بشكل الإرادي ما الناس سيطرة عليه بس إحنا لينا سيطرة على مكوناته المقادير اللي بيستخدمها المخ عشان يحسب حساباته ويتوقع اللي هي المعلومات الحاجة اللي هتدخلنا على ما يعرف بالزكاء العطفي إيه هو الزكاء العطفي ده بقى عشان ندير مشاعرنا كويس ده محتاج إننا نكون عارفينها ونقدر نتعرف عليها أصلا دي أول خطوة عشان تقدر من خلالها تتواصل بشكل أحسن مع الناس من حواليك وتقدر تحس بيهم وتتعاطف معهم وتدير علاقتك بالناس بشكل أفضل لأنك هتتعرف مش بس على مشاعرك أنت لأ ده على مشاعر الآخرين كمان إزاي تقدر تميز الشخص اللي قدامك ده من خلال تصرفاته هو حسس بيئي بالظلط لحظة بس كده زكاء إيه وبتاع إيه وتعرف على مشاعر إيه يا صعبة يعني الواحد يا بيكون مبسوط يا متنكد إيه اللي محتاج زكاء في ده يعني أقول لحضرتك اللي محتاج زكاء هو إن الإنسان ما هو شاب يدو سود يا مبسوط يا متنكد ده حتى الانبساط ذات نفسه له أنواع وأشكال كتير جدا الشعور الواحد له أشكال كتير جدا كل ما قدرت تميز الأشكال دي وتسميها تعرف أسمائها وتعرف تعبر عن نفسك إزاي لما تحس بيها كل ما قدرت تعمل ده أكتر كل ما ده كان مؤشر على ارتفاع معدل ذكائك العاطفي لأنك بدأت تقدر تميز المشاعر بدقة أكبر بكتير طيب وإزاي الواحد يعمل ده يعني أول خطوة ألف به محتاج تتعلم كلمات جديدة توصف بيها مشاعرك هتحتاج تبص في معاجم وقواميس بحيث تزود أدوات التعبير اللي عندك شنطة العدة كل ما بقيت أدوات التعبير عندك أكتر كل ما بقى عندك دقة أكبر في التعرف على مشاعرك ما أنت هتتعرف إزاي على الحاجة أنت مش عارف اسمها أصلا ومش بس كده لأ ده كل ما بقى عندك قدرة على التعرف على مشاعر الآخرين بلمحة عين ولا تقعد بقى تقول لها مالك تقول لك مفيش لو مهتمك وتعرفت لوحدك بقى أنت بنظرة عين هتعرف يا مالك والموضوع ده هيفيدك كتير جدا يعني تخيل مثلا كده لما تقدر تفهم النزميلك اللي في الشغل مثلا اللي تنرفز وقال لأدبه عليك النهاردة عمل كده لأنه بساطة كان جعان مثلا مش لأن فيه في نفسه شيء منك مشاكل كتير بتقابلنا بيكون سبابها في الحقيقة تافي جدا لكن إحنا بنتخيل أسباب تانية بقى خطيرة ونقعد نبني وننسج أفلام حواليها فاكرين إحنا قلنا المخ طول الوقت بيتوقع يعني إيه؟ يعني بيه خمن بيه ظن والتخمينات والظنون في أوقات كتير جدا اللي لم يكن في أغلب الأوقات بيكون غلط من الصح عشان كده لازم نوقف معها ونرجعها كويس فمتخيل أثر ده على نفسيتك وصحتك هيكون عمل إزاي؟ طبعا عمل إيه بقى من الآخر يعني إزاي أمحوا الأمية العطفية اللي عندي فيه طرق كتير يعني هديك شوية مقترحات كده وانت أشوق طريقك بقى مع نفسك وزود عليها لو تحبي يعني ممكن تتعلم مصطلحات بتوصف المشاعر بلغات تانية ده بيوسع مدركك أكتر وبيلفت نظرك لجوانب في اللغة عندك يعني ما كنتش أخد بالك منها قبل كده افتح معاجم اللغة العربية وشوف مرادفات لكلمات بتعبر عن المشاعر شوف مرادفات لسعيد أو حزين مثلا ودور على تعريف كل مرادف عشان تفهم الفروق اللي ما بينهم لأنهما مزاي بعض بالرغم من إنها مترادفات وانت بتتفرج على برنامج أو فيلم مثلا وقف كده من الوقت للتاني وحاول تميز مشاعر كل شخصية من اللي قدامك وسميها مش تعرفها في دماءك كده وخلاص لا اسم الشعور ده إيه ولو لقيت إنك بصص لهم كلهم على إنهم عندهم نفس الشعور كلهم فرحانين مثلا أو كلهم غضبانين لا مفيش كده في الدني أصلا هتلاقي كل واحد حزنه مختلف عن التاني أو غضبه مختلف عن التاني حاول تحدد الفروق اللي ما بينه جرب تخترع مفردات خاصة بيك انت توصف بيها مشاعرك عشان تميز ما بينها جرب تتخيل مواقف وتحاول تخمن وتوصف شعورك هيكون فيها إيه بالضبط تخيل مثلا إنك مسافر بره بلدك ومش رجعها تاني وتخيل نفسك ساعتها هتكون حس بيه واكتب ووصف الشعور ده واحدد اسمه بالضبط اعمل لستة بالكلمات الجديدة اللي تعلمتها للتعبير عن المشاعر يعني الموضوع ده ممكن يكون لطيف جدا كلاعبة تلعبها مع أولادك بحس تعلمهم من صغرهم إزاي يعبروا عن مشاعره يعني ممكن مثلا أنتوا بتتفرجوا على فيلم من أفلام بيكسار واللي بيركزوا فيها قوي على المشاعر تفكروا مع بعض من وقت للتاني في لقطة من لقطات الفيلم الشخصيات كانت حسة بإيه بالضبط وتسموا الشعور ده باسمه ده ممتاز لأنه بيدربهم كمان على التعرف على مشاعر الآخرين حدد سيناريو أو موقف معين ممكن حد من أولادك يمر بيه في المدرسة مثلا يعني ومثلوا الموقف ده مع بعض وحاولوا تتعرفوا على المشاعر اللي بتمروا بيها وإزاي بتتعاملوا معاها في الموقف ده ممكن برضو تراجعوا مواقف حصل بالضبط وحصل فيها مشاكل وتفكروا في مشاعر كل الأطراف اللي كانوا موجودين في الموقف ده وإزاي كان ممكن التعامل معاها بحس ناتيكة الموقف تكون أحسن من اللي حصل بالفعل اكتب مذاكرات مشاعرك يوميا إيه المواقف اللي مرت بيها وحسيت فيها بإيه ده مفيد جدا لأنك بتنسى كل ده فيه كتاب لطيف جدا للأسف يعني معرفش معنديش علم إن فيه منه نسخة عربية ما ظنش إنه ترجم معربي اسمه أطلس القلب أطلس of the heart عمل لك زي خريطة مفصلة كده للمشاعر وشارحها بأسلوب لطيف لو تقدروا تقروا إنجليزي يبقى خير تقدروا ترجموه بجوجل ترانزليت ولا شات جي بيتي يبقى لطيف برضو يعني أحسن ما فيش طيب إحنا قلنا إن فيه حاجات اللي نسيطرة عليها وهي المأدير اللي المخ بيصنع منها المشاعر دي يعني عشان ما اكدبش عليه مازال برضو ما الناس سيطرة كاملة على المشاعر لأننا مش مكن بس فيه حاجات نقدر نعملها بتساعد كتير في تصبيت الميزانية اللي المخ بيحاولي ديرها ما هو تبوخ يا جاريا كلف أشيدي لما بنستنزف الميزانية دي وما بنسيبش فايد كفاية للمخ عشان يقوم بدوره المخ على طول بيشغل أجهزة الإنذار اللي هي المشاعر طيب وإحنا إزاي نشاعد في موضوع الميزانية ده نخوض لقروض يعني ولا إيه لا تاخد بالك من صحتك على قد ما تقدر الرياضة أكل صحي النوم الكفاية أهم حاجة النوم الكفاية لأن جسمك بيرتاح وبيتعافى في فترة النوم ما هو المخ وظيفته الأساسية الحفاظ عليك على قيد الحياة عن طريق مرأبة مستوى صحة الجسم صحة الجسم هي دي الميزانية اللي بيدرها فطول ما انت مش ميساعده في الحتة دي هينكد عليك وعلي خلي فوق طب الطوبة جيت في المعطوبة والمخ ينكد علي بالفعل وأجهزت الإنذار اشتغلت ولاقيت نفسي بمر بشعور معين زي الغضب أو الحزن مثلا أعمليت أروح أنام لا طبعا غير الظروف اللي انت فيها سيب المكان اللي انت فيه وروح مكان تاني لو بتعمل حاجة سيبها وعمل حاجة تانية ابعد عن الظروف والناس اللي مدايقينك اشغل نفسك بحاجة تانية اتمشى تكلم مع حد جرب تحكي النفسك اللي حصل بس بشكل ما تكونش فيه انت محور الأحداث يعني تكلم عن نفسك بصيغة الغائب كأنك بتتكلم عن حد تاني مش بصيغة المتكلم بحيث تطلع بره الحكاية وتبص عليها من بره من بعيد وتراجع اللي حصل ده هيساعدك انك تقيم الموقف بعيدا عن المشاعر شوي لانك بدل ما تبقى ضحية الأحداث في القصة هتبقى انت الراوي انت اللي بتشكل الأحداث يعني احنا صحيح ما نقدرش نغير الماضي لكن نقدر نغير المكان اللي احنا وقفين بنبص منه على الماضي ده طب وانا احنا هستفيد ايه من ده كله ما اللي حصل حصل خلاص احنا ما اقدرش نغير الماضي بس هقدر اتعلم منه يعني اتغير نظرتك للي حصل من انه موقف هتفضل تفتكره وتتدايق لموقف اتعلمت منه حاجة جديدة ومش هتكرر للغلطة اللي حصلت فيه وهتضيفه لشنطة الخبرات بتاعتك طب ايه علاقة كل ده بالـ ADHD والهداهد ان شاء الله احنا قلنا ان الـ ADHD اساسا بيسبب مشاكل في ادارة الذات عموما وفي قلبي كل ده ادارة المشاعر التحكم في المشاعر والسيطرة عليها خصوصا نوبات المشاعر القوية زي نوبات الغضب اللي بتوصل لحد الانفجار احيانا والمشكلة ان بسبب صعوبة التحكم في الذات عموما وفي المشاعر خصوصا عند الهداهد احساسهم بالمشاعر بيكون مضاعف لدرجة ان هم بيحسوا ان حرفيا هيجرالهم حاجة لو ما صدرش منه رد فعل فوري بسبب المشاعر دي والوضع بيسوق اكتر واكتر لما ميزانية الصحة اللي المخ بيديرها تكون خساعة خلاص لان الهداهد بيحتاجوا يبزلوا مجهود وطاقة اكبر بكتير من الطبيعي لادارة ذاتهم والسيطرة على مشاعرهم عموما تخيل بقى لما تكون طاقتك خلصت اصلا بيكون الوضع عامل الزي وكلام ده ما بيحصلش مع المشاعر السلبية بس ما بتفرقش بقى سلبية ولا ايجابية الواحد بيحس انه لازم يدي رد فعل فوري في الحالتين الموضوع ده بيكون نتيك تو ايه انك بتهنج حرفيا فاكرين لما قلنا ان في موضوع ردود الافعال عند الهداهد الدنيا معكوسة يعني في الاوقات اللي بتحتاج ردود افعال سريعة بتلاقي ردود افعالهم بطيئة ومتأخرة والعكس بالعكس في حالة المشاعر عند الهداهد دايما بتكون قوية لدرجة انها بتبقى عاملة زي الطفان او الفيضان وعقلك عارف انك لو ديت رد فعل فوري للمشاعر دي غالبا هتعمل مصيبة فالموخ بيشد الكوبس بيفصلك مش عاوزين منك رد فعلي يا عم لا سلبي ولا ايجابي ربنا يكفينا شرك ده مثلا يعني سبب ان انا ما بردش كتير على التعليقات على الفيديوهات خصوصا تعليقات المتح المتح عموما بيفصلني مش بيفصلني بيدايقني يعني لا انا بهنج ما بعرفش ارد اقول ايه يعني من كتر ما انا ممتن وحسن دي حاجة كبيرة قوي هبسكت ببعمل كده بالظبط والمشكلة ايه بقى ان كل ده بيحصل وانت مش دريان بي المخ بيشد الكوبس قبل ما انت تدرق اساسا فما بتعرفش او ما بتبقاش واعي للمشاعر دي اصلا فانت نفسك بتستغرب رد فعلك وتفضل بقى تجلد في ذاتك وتقول هو انا ما بحسش ولا ايه هو انا متبلد المشاعر لا المشكلة انك العكس تماما ايه ايه مشكلة ده يعني مشكلته انك لانك ما بتقدرش تلاحظ المشاعر دي بيكون عندك صعوبة في تطوير مهارات الذكاء العطيفي عندك وانت هتطور مهاراتك ازاي في استخدام حاجة انت مش شايفة اصلا المهم ان تحديات ادارة المشاعر دي بتظهر اكتر في السن الصغيرة في الطفولة وبتقل ظاهريا كل ما الواحد كبر بس ما بتختفيش لان الواحد كل ما بيكبر بيكون عنده طاقة اكبر في السيطرة على نفسه يعني بس هي بتقل ظاهريا لكن بيبقى الواحد بيغلي من جواه لغاية ما ينفجر في لحظة لو الغلايان ده استنفذ كل طاقته او ميزانية الصحة بتاعته في الاطفال والمراهقين بتشوف ده في صعوبة كابت نوبات الغضب مثلا بتلاقي الطفل انيكا دي ومزعج لان مشاعره دايما فياضة يعني سواء فرحان او حزين او غضبان ولانه لما بيقع في مود معين حزن او غضب او فرح حتى صعب يرجع تاني للوضع الطبيعي المستقر بيبقى مش مارن مش مهاود على الاطلاق وده طبعا غصب عنه يعني بيبقى ده كمان في صعوبة تكوين صدقات في السن الصغير لان اللي حواليه ما بيستحملوش حساسيته المفرطة او النوبات غضبه او هو نفسه بسبب الحساسية الزايدة عنده دي بيبعد عن الناس لأسباب في أوقات كتير بتبقى متخيلة مش حقيقية يعني حد يقول له كلمة ما يقصدهاش ولا في حاجة من وراها هو يعتبرها لأ وراها حاجة وقصدها ويقعد بقى يجتر في الكلام ويعيده ويزيده في الدماءه وفيتنكد اكتر واللي قال الكلمة ولا في باله ولا فكره حتى العجيب ايه بقى ان الهداهد عموا في أغلب الوقت هتليقهم هديين وطيبين كده فالناس بتتفاجئ بهم لما ينفجروا فجأة لانهم يعيني بقى لهم كتير كاتمين في قلبهم وسكتين يعني بس الميزة ان هم بعد ما بينفجروا ما بيشيلوش في قلبهم فلاص الموضوع بينتهي ولا كأنه كان اهو الانفجارات دي بتكون في أوقات كتير هي سبب ان مراهقين مثلا يعملوا مصيبة ممكن يدخلوا السجن بسببها يعني في أبحاث بتقول ان تقريبا سبعين في المية من الأحداث اللي بيتقابض عليهم لأول مرة مش معتادي الإجرام يعني سبعين في المية منهم تقريبا يعني بيكون عندهم ADHD في لحظة غضب مثلا ضرب حد ولا عوره ولا فتح عليه مطوى في الكبار بقى لان زي ما قلنا قدرتهم على السيطرة على مشاعرهم بيكون أكبر ومش بس كده لا ده لما تجتمع ضغوط الحياة مع ADHD الواحد ممكن ما يبقاش مركز لدرجة انه ما يبقاش ملاحظ انه متوتر أو قلقان لدرجة ان الموضوع ده ممكن يهده حرفيا واللي بيساعد في ده ان الحاجات دي بتحصل ببطء شديد جدا وبالتدريج فما بتقدرش تلاحظه يعني انا حصل معايا الموضوع ده من فترة اعادت فترة طويلة مرهق وصحتي في النازل ومش عارفه ولا فاهم فيه لغاية ما في يوم حرفيا ما بقتش قدر اتحرك ظاهري قفش وقلم شديد جدا واسبوعه بحاله المسكنات مش عاملة اي حاجة ولا فيه اي تحسن مسألت الدكتور قالي الاعراض دي سببها نفسي مدام مسكنات مش جابة نتيجة ساعتها اخدت بالي يعني كشفت واخدت مهدئ تاني يوم الاعراض دي كلها اختفت طلع كل ده بسبب القلق والتوتر اللي الواحد نفسه ما بيبقاش عارف سببه هو كأن فيه زرار معلق عندك بتاع التوتر ده لما بيشتغل ما بيفصلش تاني خلونا نرجع لموضوع الزكاء العطيفي لما بنقول الزكاء العطيفي فيه ناس كتير كل اللي بيجي في دماغهم جو الحب والمحنة والتلزيق والكلام ده يعني لأ مش ده المقصود خالص يعني الزكاء العطيفي عبارة عن مجموعة مهارات عقلية بتساعدك تفكر بشكل ازكا بشكل اكثر ابداعا بحيث توصل لنتائج احسن مع نفسك ومع محيطك والناس اللي حواليك المهارات دي بتساعدنا ان نفكر بشكل موضوعي بحيث مشاعرنا ما تأثرش على قراراتنا التصرفات طب ايه هي المهارات دي احنا نقدر نختصرهم في خمس مهارات كده في شكل مختصر يعني مهارة انك تاخد بالك المشاعر اللي بتكون جواك في اللحظة دي ومعناها ايه لان المشاعر دي زي ما قولي جهاز انذار هي اشارة ان في حاجة مهمة بتحصل ومش عندك انت بس بل تقدر كمان تتعرف على المشاعر اللي بتكون في الاخرين اللي بتتعامل معهم برضه مهارة انك تفهم سبب تكون الشعور ده ومدى تأثيره على افكارك وقراراتك وقراراتك وتصرفاتك في اللحظة دي وبرضه مش عندك انت بس بل عندك وعند الاخرين مهارة القدرة على تحديد اسم الشعور بدقة وتمييزه عن غيره من المشاعر مهارة القدرة على التعبير عن المشاعر بشكل ايجابي ومناسب للنوقف مهارة ادارة مشاعرنا وتنظيمها بحيث تشتغل لصالحنا ومعانا لتحقيق اهدافنا مش تشتغل ضدنا وتعوخنا طب احنا ليه محتاجين كل ده يعني ما تسيب يا سيد المشاعر في شغالة زي ما هي احنا مل هنا بقى محتاجين نتكلم عن نقطة مهمة عشان نفهم سؤال ناس كدير سألت فولي من اول ما بدأنا نتكلم عن الـ ADHD يقولك طب بس الاعراض اللي بتقولها دي موجودة عند اغلب الناس ده على كده بقى كل الناس عندهم ADHD الكلام ده بالصحيح الاعراض مش موجودة عند اغلب الناس ولا حاجة يعني ولكن يعني ممكن تكون لحظت بعض الاعراض دي مش كلها على ناس حواليك في البيئة اللي انت عايش فيها ومش شرط يكون عندهم ADHD الله امال عندهم الاعراض دي من السبب حاجة خطيرة جدا الناس عايشين معاها طول عمرهم ومتخيلين ان ده وضع عادي وطبيعي وهم مش طبيعي ابدا فلما يكون تأثير الحاجة دي على الناس العاديين كده انت متخيل تأثيرها بيبقى عمل ازاي مع الهداهت ايه يا الحاجة دي الضغط الضغط النفسي ضغوطات الحياة الاسترس الناس عادة ما بيخطوش بالهم من تأثير الضغط عليهم وعلى حياتهم الضغط النفسي ببساطة لو زاد عن حد احتمال الشخص عقله بيفصل بيقفل عشان يحمي الجسم قبل ما الواحد يطقله عرق ولا يجراله حاجة من التأطر طب لما الضغط النفسي بيخلي المخ يفصل الانسان يقدر يفكر يقدر يركز اي انسان اكيد لا عشان كده انتشار بعض الاعراض في عموم الناس مش معناه ان كل الناس عندهم ADHD لا معناه ان الناس عايشين في بيئة مسمومة بالضغوطات مفيش حد كبير على الانهيار تحت الضغط النفسي قدرات الناس بتختلف بس كلهم بلا استثناء مهما كانت قوة تحملهم عندهم سقف للتحمل والضغط دايما بيكون اكبر بكتير من السقف ده ده غير ان رد فعلك اللي الضغوط بيكون لا ارادي مالكش سيطرة عليك تبقى مثلا محضر كواس جدا ومستعد كواس جدا عشان تقول كلمة في اجتماع في الشغل وقدام 3 تنفارف ولما ييجي عليك الدور تليه نفسك كي انك اتشليت كلام مش طلع منك وقلبك بيدق بسرعة جدا وغير انفع عرقك وانت نفسك مستغرب مش عارف مالك ده ببساطة لان الموقف ده لا شعوريا بيمسل ضغط نفسي عليك من جواك لانك حاسس لا اراديا ان فيه جمهور عينيه عليك وبيقيمك ان ده متحان فالمخ قفل وكل ما حاولت تتقاوم وتكارك للمخ عشان يشتغل تاني بيعند معك وقفل اكتر وكتر والضغوط مش شرط تكون خارجية بس بل في اغلب الوقت بيكون من جواك انت مشاعر معينة بتضغط عليك وفي الحالتين سواء الضغوط خارجية او داخلية اداء الانسان بيتأثر سلبيا وعقلك الباطن عارف ده عشان كده بيهرب من مواجهة الضغوط وده ببساطة سبب التأجيل المستمر او العلوئية انت بتهرب من حاجة بتوترك وعمل ضغط عليك او ده برضو سبب السؤال الشهير بتاع الHR يقول لك تقدر تشتغل تحت الضغط طبعا على خلق محدش بيقول لا طبعا لكن مفيش حد بيقدر يشتغل تحت الضغط او يعني حسب مستوى الضغط ده في المعقول يعني طبعا ان هنا بضرب امثلة بينك اشخاص بالغين فانت متخيل بقى ده بيبقى عامل ازاي في الاطفال لما طفل المدرس ينادي عليه فجأة كده في الفصل عشان يجاوب سؤال فمتخيلين بيحصل له ايه وليه في حالات كتير ما بيقدرش ينطق معينه ممكن يكون عارف الاجابة ده ضغط رهيب على طفل ايه ده طب هو في حد في الدنيا ممكن يعيش في بيقى مفيش ضغوط خالص يعني اكيد لا ما هو كمان مش كل الضغط مضر قليل من الضغط يفيد بيحفز لكن فيه نقطة معينة لو الضغط تجاوزها بيبقى ضار مش مفيد بيبقى زي ما تجيب جهاز بيشتغل على كهربا 110 مثلا وتحط فشته في كهربا 220 هتقول لي عملتها قبل كده وما حصلش حاجة يعني هقولك ما هو لازم يكون عندك كهربا أصلا عشان تشوف الفرق وانت النور قطع عندك على طول يبقى تعرف ازاي المهم اللي بنقوله ده في كل الناس مش عندي الهداية بس اللي هم عندهم ADHD يعني عندي الهداية بقى ده مضاعف وليه اثار خطيرة لا تخطر في بالك يعني انا حكيت لكم من شوية اللي حصل لي بسبب الموضوع ده يا كل ده بسبب التوتر الجسم بيفضل يقاوم لغاية لما ينهار وانت مش واخد بالك يعني الصراع ده كله حاصل وانا مش داريان يعني انا مثلا مفيش حاجة في حياتي يواخد بالي منها مسبب بالي توتر او عامل علي ضغط وما للضغط ده جايب من ايه؟ من جوه انا اللي من غير مااخد بالي بضغط على نفسي ودي مشكلة الهداية ان فوق الضغطات الخارجية الهداية بيضغطوا على نفسهم اكتر والمشكلة الاكبر ان في حد معين اي ضغط بعده بيجيب نتيجة اسوأ زي ماولي خلاص انت جيبت اخرك فده يجيب احباط فالاحباط يعمل ضغط اكتر واكتر الوضع ده محتاج العكس انك ترتاح وتهدى وتاخد فاصل تاخد نفس نفس مش نفسين فما تضغطش على نفسك اكتر طيب برضو يعني الضغط النفسي الداخلي ده بيجي من اين؟ بيجي من افكار معتقدات بيجي من قلقنا من حاجات مش موجودة الا في خيالنا اساسا قلق من احكام ناس مثلا يعني احنا ولا في فالهم اصلا قلق من ان حاجات تحصل مش هتحصل اساسا ولا في مؤشرات انها تحصل الهداية ما شاء الله بيقلقوا مقدما يعني بيشوفوا الخوازيق وهي جاية عليهم من بعي كده فده بيضخم المشاكل اكتر من حجمها الحقيقة والمشكلة الاكبر والاكبر ان استمرار الضغط الحاد بيحرق في وزاة المقاومة عند الانسان ففيه مرحلة سنية معينة لو التوتر والقلق بدأوا لأي سبب مهما كان تافه يعني ما بينتهوش بالظبط كده زي مجهاز الانذار ضد السرقة اللي في العربية يعلق حد يعدي من جنب العربية الانذار يشتغل في نص الليل ويفضل شغال ومايفصلش وصحي الناس كلهم بالرغم من انه مفيش حرامي اصلا وهيفضل شغال لغاية لما يستهلك بطارية العربية تماما قول عربية نام يعني اجاز الكلام ده ما يكونش دقيق في حالة العربيات ما عرفش انا مش كهرباء سيارات بس ده اللي بيحصل مع البشر التوتر والقلق بيحرقوا الجسم وبيهدوه حرفيا لانهم بيفضلوا شغالين ما بيفصلوش حتى وانت نايم تنام مهما تنام وتقوم تعبان برضه لان جسمك مرتاحش وطول ما انت نايم عشان كده مهم جدا ان يكون عندك انشطة او هوايات بتفصل بها شوية ودي مش رفاهية ده انقاذ وطن ولو وصلت المرحلة ما بقتش الانشطة دي بتساعد فده معناها انك لازم تشوف طبيب نفسي متخصص لان التوتر ازاي ده بعد شوية هيقلب أمرات تانية برضه من اسباب الضغط الداخلي عند الهداهت واللي بتخليهم حرفيا يغرقوا في شبر مية نقطة ترتيب الاولويات مواهيرات بالاولويات ازاي هو وجايف كل حاجة مهمة عشان كده دي من أصعب الحاجات عند الهداهت وما بيقدروش يحلوها إلا لو لقوا طريقة خاصة بيهم تساعدهم في التمييز بين مقدار أهمية كل شيء عشان يقدروا يرتبوا الاولويات حسب الأهمية يعني وبرضه ما بيقوش متأكدين تلاقي مثلا عاوز يعمل حاجة مهمة فهيبقى مش عارف يبدأ من ايه ما هو مطلوب منه خطوات كتير وكلها مهمة عاوز يزاكر الامتحانات مثلا فمش عارف يبدأ بأي مادة أو فيه موقف لازم يتصرف فيه بسرعة فمعرفش يعمل ايه الأول دي مثلا شفتها في أمهات تبقى ماشية في الشارع ومعها طفلين ولا ثلاثة وعاوز أتعدي طريق فيه عربيات ومستنيها إشارة المشاهة تخضر عشان تعدي فأول ما الإشارة تخضر تلاقيها بقت على أعصابها ومتوترة جدا لأنها خايف على ولادها وعاوز أتعدي بيهم قبل من إشارة أحمر تاني يعني فيه فترة زمنية محدودة هي خايف أنها تخلص قبل ما تخلص فده بيخليها متوترة لدرجة أنها ممكن تعمل مشكلة أو تتسبب في خطر على نفسها وحد من ولادها والرغم من الإشارة بخضرة زي ما قل ضغط شديد على عقلها فيه وقت محدد لازم تعدي فيه الإشارة بالأطفال اللي معها وعندها إيدين بس ومعها تلت أطفال مثلا هتمسك اتنين تعدي بيهم والتالت عينيها عليها عشان ما حصلوش حاجة مليون حسبة بتتعمل في المخ في نفس الوقت بشكل بيخليه بيهنج وفيه بعض الأمهات ممكن الحسابات دي تخليها حرفيا تتجمد مكانها الغالت لما الإشارة تحمر تاني وهي ما عدتش الطريق لسه الزحمة اللي في المخ عند الهداهة دي عادة بتنعكس على المحيط اللي حواليه يعني الزحمة قلنا سببها إيه إن هما شايفين إنه كل الحاجات بنفس الأهمية عشان كده غالبا هتلاقي عندهم كراكيب كتير في البيت خايفين يرموا حاجة قديمة عندهم أمش جاهزة نحتاجها هتحتاجها في إيه ما هي بايزة أساسا يا خعاشرة برضو مش جاهزة وحشني يعني يرضيك أفتقدها من ضمن برضو أكتر الحاجات اللي بتسبب الضغط النفسي الداخلي ده الاجترار النفسي أو اجترار الذكريات والمشاعر يعني إيه ده الكلام المجاعة على الأسطنة عارف لما أخذ الحيوانات المجترة بتعمل إيه بعد ما بتاكل يعني بتستنى كده في وقت فراغها في وقت رواءان كده تجتر الأكل ده تاني طلعهم المعدة تاني وتقعد تمدق فيه كده يعني إيه عارف لما تسرح مع نفسك كده وتقعد تفتكر موقف سلبي حصل لك وتقعد تعيش لحظاته من تاني وتتخيل كم ممكن تتصرف فيه إزاي يعني ده موقف سلبي وخلص انت قعد تفتكره وتعيش لحظاته وتحرق دمك وتنكد على نفسك لهم من تاني إن شاء الله يعني الشخص الطبيعي دمه بتحرق مرة لا الهدود غاوي يحرق دمه عشرات المرات بموقف واحد بس لأن عقله ما بيركزه غير على النواحي السلبية يقعد يفتكر المواقف السلبية بس ويقعد يجلد في نفسه بقى أنا إزاي ما ردتش عليه وقلت له كذا أنا إزاي ما طلعتش المطول اللي مش في جيبي أساسه عشان ما بيشرش مطاوي وغزيته به فتكون النتيجة المزيد من حرق الدم بالتالي المزيد من الضغط النفسي بالتالي شل حركة الإنسان عقله بيفصل يا للدرجة دي ما هو الهداية لما بيفتكروا المواقف بيضخموا سلبيتها أكتر ما هي في الواقع لغاية ما تحصرهم وتحبسهم في سجن أفكارهم تخيل كده يعني في الواقع أنت لو غلطت غلطة أو حتى ارتكبت جريمة هتتحاكم وتتعاقب مرة واحدة بس الهداية بقى لا بيفضلوا يعاقبوا نفسهم في كل مرة بيفتكروا فيها المواقف ولا الغلطة اللي غلطوها مثلا وما بيخطرش في بالهم مثلا أن هم بيسترجعوا المواقف والأحداث أن هم يفكروا بشكل إيجابي يشوفوا يتعلموا منها إيه وإزاي ما تحصلوا مشتاق وإزاي يتصرفوا لو اتكررت بحس يعني يوصلوا لنتيجة أحسن لا هو بيقعد ينكد على نفسه خلاص والمشكلة أن الواحد لما بيتعود على السكة دي بمرور الوقت بيبقى صعب جدا عليه أنه يبطله بتتحفر في دماغه كأنه وقع في ثقب أسود وما بقاش عارف يطلع منه فبتكون النتيجة بسبب الضغوط النفسية مشاكل صحية ونفسية كتير يعني دي أبسط بداية لإضطرابات القلق والخوف المرضي مثلا والاكتئاب طبعا الإدمان للهروب من الواقع السود اللي الواحد ما عايش نفسه في ده إضطرابات الأكل من الواحد يطلع همه في الأكل وطبعا أمراض القلب والقوايات دموية والسكر إلخ يعني وطبعا برضو غني عن الذكر تأثير ده على التحصيل الدراسي طب ده أنا اتصرف معه إزاي لما تقع في الحفرة دي دوس فرامل خد نفس واسأل نفسك هو إيه الدليل على إن الحاجة اللي أنا مركز عليها قوي دي حقيقة إيه أصلا امسك الحقاية اللي عليها قدلنا ملموسة بس وارمي الظنون في الزبالة نبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه الظنوا أكذبوا الحديث فكل الظنون ارميها في الزبالة ما تتعاملش غير مع الحقائق الملموسة المؤكدة بس أي حاجة فيها احتمالية أو شك واحد في المية ارميها ارميها رضاه لو مش قادر تفكر بشكل منطقي دلوقتي ومش قادر تسيطر على مشاعرك دوس وحدد معات تاني للنكد تراجع في الموضوع بكرة النكد بكرة هو ما تخافش النكد يفضل مستنيك مشارف حتة يعني حاول تغير السيناريجو يعني أنت عملت تتخيل أسوأ الاحتمالات طب ما تجرب تتخيل أفضل الاحتمالات تجرب تعيش معاه شوية كده أو بلاش السكة دي خالص دور على أي نصاب بتحب تعمله وبياكل وقتك واهتمامك واعمله عشان يبعدك عن السواد ده لازم يكون بياكل اهتمامك مش وقتك بس لأن انت موضوع ده لو ما بيخدش اهتمامك هتقعد برضو تسرح في نفس الحاجة اللي انت بتحاول تهرب منها دلوقتي غير جو وغير مكان غير ناس ما تعودش لوحدة لأنك لو طلعت تمشيت مع نفسك مثلا غالبا هتسرح مع نفس الأفكار دي عدد النعم اللي عندك واشكر ربنا عليها اتفرج على فيلم ولا مسلسل كوميدي لو لازم تسترجع الموقف حبكة قوي يعني اتكلم عن نفسك زي ما قولنا بل كده بصيغة الغائب مش المتكلم ما تقولش هو ازاي فلان كلمني بالشكل ده او ازاي انا اتصرفت بالشكل ده لا قول ازاي عبدو كلم له اي بالشكل ده او ازاي لطفي اتصرف بالشكل ده بحيث تبقى انت الراوي مش الضحية اسأل نفسك طب ماشي عارفنا اللي حصل ها هتعمل ايه بقى سي لطفي بيتك حاجة تعملها اعملها مفيش حاجة تقدر تعملها طب بتتنيل تفكر ليه في القصة السودة دي من الاول ايه كانت جولة سريعة كده في عالم المشاعر عند الهداهد ومدى تأثيرها على الافكار والافعال وعلى الصحة في النهاية واحنا مازلنا في التمهيد للموضوع يعني كده فضلنا يمكن حلقتين تلاتة في مرحلة التمهيد دي وبعد كده نرجع من الاول تاني ان شاء الله نتكلم في تفاصيل وخطط عملية اكتر ان شاء الله في الحلقة الجاية بقى ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن وحش العلوية الخطير نشوفكم على خير ان شاء الله